مديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجد نصف بن علي اليوم أن الانخفاض المسجل خلال الأيام الأخيرة في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا يرجع إلى تركيز عمليات التقصي وإجراء التحالي لأعوان الصحة العمومية العاملين بالمستشفيات التي تستقبل الحالات المصابة بالمرض هذا وسجلت جزيرة جربا من ولاية مدنين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين 99 تحليل عينات أنجزها المخبر العسكري بتطوين الخاصة بيوم السبت الماضي ليرتفع بذلك عدد الإصابات الجملية إلى 73 حالة منها 61 حالة في جزيرة جربا وفق ما ذكره اليوم الدكتور جمال الدين حمدي المدير الجهوي للصحة وقد ارتفع عدد المشمولين بالحجر الصحي الإجباري في أحد نزل جربا إلى 347 شخصا من التونسيين الذين تم إجلاؤهم في مناسبتين ومنهم 238 تونسيا حلوا ليلة أمس بمطار جربا جرجيس الدولية قادمين من سعودية وفق نفس المصدر وينضموا